السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي مرحبا بكم عينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة دائما مع دفاعنا عن متخبنا الوطني الجزائري ودفاعنا عن لاعبنا في مختلف الدوريات أقول الأوروبية بحول الله تعالى ودائما بالحقيقة ودائما بالمنطق والإحصائية والأرقام لدينا موضوعين متعلق بيسين عدلي لمنقوش أخبار رسمية ولكن متداولة على نطاق واسع أن يسين عدلي اتصل ببيتكوفيتش نتكلموا عن هذا الموضوع بالتفصيل بحول الله تعالى ولكن فضلتنا بدا هذا الفيديو بحسام عوار لمازال يلقى ردود فعل سلبية من جماهير نادي اتحاد جدة السعودي المنتقل إليه حديثا بمبلغ 12 مليون يورو قادما من نادي لايسروم في علامة استفهم كبيرة طريحت هنا في الجزائر والإجابة كانت واضحة هي الأمول ذا شيء أكيد لكن الأغرم ما في الأمر وأن جماهير نادي الاتحاد يقولون أنه ذي الصفقة فاشلة وأنه ذي الصفقة لتاليق بنادي كبير مثل الاتحاد السعودي كأنما نادي اتحاد جدة السعودي أكبر وأفضل من نادي لايسروم وأنه أفضل من مدارس ليون كأنما هذا النادي أفضل بكثير على كل حال والله لا نريد التدخل في الأمور أو في شؤون البطولات الأخرى لكن بما أنه وجدنا بعض لنقول جميع الجماهير اتحاد جدة تتهجم على لاعبنا الدولي الجزائري حسام عوار فبالتالي نحن مطالبين أيضا بوضع النقاط على الحروف كدرت فيديو في الأول وقلت أن حسام عوار أتى من نادي كبير وأن حسام عوار كان عنده إصابة صراحة ولكن مستوى دائما يبقى في المستوى العالي فقط نقول بعض المباريات وتشوفوا يعني كيف رح يولي المستوى أنتعه لأنه صراحة الإصابة حرمته من المكانة الأساسية وفي أوروبا الجميع يعلم أنه المنافسة كبيرة لو اللاعب يغيب بفترة طويلة ورح يتعوض بلاعب آخر لكن اللاعب رح يكون يعني في المستوى صعب أنك ترجع اللاعب عائد من إصابة وخير مثال لذلك حسام عوار وأيضا بن سبعيني وأيضا إسماعيل بن ناصر صعب جدا على كل حال لكن لقيت فيديوهات لا أعلم إذا هي رد على وش قلت أو ما شبه ذلك لا يهمنا المهم كل يعني تقريبا صنع المحتوى في السعودية وفي المشرق العربي بصفة عامة قالوا إحصائيات ضعيفة وضعيفة جدا كيفاش لعب 15 مباراة فقط وسجل أربع أهداف لكن نحن دائما يعني نجاوبكم بالإحصائيات أنتم تتغنون بكونتي نقوله كونتي يعني لعب محترم لعب أنيق صراحة لعب ربع وربعين مباراة مع إتحاد جدا السعودي كم سجل يلعبوا في نفس المنصب نقوله كونتي سجل أربع أهداف حسام عوار من 15 مباراة أربع أهداف مع أنه كان مصاب يعني ما هو تعليلكم لأنه لما قلنا أنه شو يعني يعني نتكلموا من فرخ نتكلموا عن قلت بالحرف الواحد ما تجوش من الأخر نتكلموا عن القضية ونتكلموا عن الإصابة ونتكلموا من دقيقة اللعب اللي لعبها وكيفاش والسبب اللي خلى مورينيو ما يعتمدش عليها في البطولة ويعتمد عليها فقط في الدورية الأوروبية ديروسي مشى على نهج سابقية لكن السبب يبقى هو الإصابة وتألق اللائبين البودلاء هذا كل حال قال لك لا احنا نتكلموا بالإحصائيات نقوله كونتي بما أنه لعب دولي فرنسي من ربع وربعين مباراة سجل ربع أهداف ويلعب في نفس منصب حسام عوار لا قلت عني باللي لقوله كونتي شرف الكرة السعودية وشرف لدي الاتحاد ويلعب مع المتخب الفرنسي نعم لأنه يلعب مع المتخب الفرنسي لكن حسام عوار بالرغم من الإصابة والتهميش عطاولوا 15 مباراة فقط وملعبها مش بشكل أساسي لكن شارك في 15 مباراة سجل أربع أهداف آخر هدف سجله في آخر مباراة من البطولة الإيطالية يعني لو نتكلم على لغة الأرقام إذن حسام عوار أفضل من كونتي لكن لا نريد المقارنات لذلك رجاء أن إذا كان اللاعب لا تريدونه لا تعاقبواش معها أصلا يعني لماذا تحطوا هذا اللاعب في موقف حارج وقلنا لها صراحة أن نحن نحط نحن كجزائريين لا نريد حتى لعبين يروحوا البطولة السعودية ولكن لما يشوفوا أرقام خيالية ومبالغ فلكية أكيد رح يروحوا كل واحد حر في يعني في مشواره الشخصي ولكن مع بيتكوفيج صرح وقال أنه من ألف صاعدا ما كاش عاطفة الأفضل واليكون ألعبون حبيت لكن واش تقدم في الموسة واش تقدم معنا ديك هو اللي رح يخليك ينجل لمنتخب الجزائري ولا مجلش لمنتخب الجزائري وألعب ما شجعت هذا فيما يخص حسام عوار إن شاء الله يعني يكونوا ردينا يعني على الناس اللي قالوا هم سعوديين اللي قال لك أنه إحنا نتكلموا بلغة الأرقام هاي لغة الأرقام عوار 15 مباراة أربع أهدف ونقوله كونتي 44 مباراة حسجل أربع أهدف لكم التعليق نجوز إلى القضية أخرى قلت أنه مسادر غير رسمي لما نقول المصدر الرسمي يعني مسادر رسمي احنا في جزائر من؟ هو الفاف يعني ما كاش تصريح من قبل الفاف ولا تصريح من قبل مكلف بالإعلام سعيد فلاق لكن صفحات يعني في موقع التواصل الاجتماعي تكلمت بكثرة يعني ومصادر المتطابقة تقول أنه بيتكوفيتش عفوا ياسين عدري اتصل ببراديمير بيتكوفيتش وأخبره أنه يعني بإمكان أنه يتقمص المنتخب الألوان ومنتخب الوطني الجزائري والله لقيت أولا ننقل لكم الخبر ننقل لكم الخبر كما هو ونعطي لكم رأيي الشخصي يعني كيفش نتعاملوا مع هذو الأشخاص كما هما داروا الجزائر هي يعني نمبر تو نميرو دو الرقم اثنان بنسبة لهم نحن الآن نديروهم الرقم اثنان بنسبة لنا إذن إذا كانوا عدنا لعبين في المستوى ولاعبين ملاح مشوفوش فيهم لكن إذا ما لقيناش لعبين مشتروا لما يعودوا لعبين توعنا نعودوا يعني تكون الأولوياليهم ومن سدعوش ياسين عدلي أنا في رأيي ذي هي كما هما داريننا الخيار الثاني حنا سنديروهم الخيار الثاني هذه هي يعني باش ما نقطعوش الطريق لأنه كل واحد وش يقول البعض يقول لك انتك ما تجيبش ياسين عدلي وش راح تباه راح تعاوضوا في حال ما تصاب حسن عوار وتصاب بن ناصر وتصاب 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 لذلك أنا أظن أنه أحسن خيار أنه حاليا الحمد لله حسن عوار إسماعيل بن ناصر عندنا قندوسي رميز ذروقي عندنا يعني تيتراوي عندنا لاعبين اللي ما زال ما أخذوش الفرصة انتاحهم ككل وإذن الله مع ما جاء الشركة قريبا ما نسحقوش بزاف يعني في منصب الاسترجاع لكن في حال ما إذا لاعبين الأساسيين تصابوا وما عندناش حلول رحوا نبوشوا بهم يعني يتروكي ما رهم يديروا بينهما على كل حالة باش نقول لكم مصدر رسمي ماشي مصدر رسمي مصدر رسمي هو الفاف وركم على بركم باللفاف ما تتكلمش يعني الفاف حتى خلاص يجي أو ركب في الطيارة ما زال ما وصلش للمعطار ما يتكلموش عنه لكن على العموم إذا كان خبر صحيح أنا أظن هذا هو هذا هو الخيار الأمثل لأنه الجزائر يعني دائما ما نقول ما رايش الخيار الثاني تكتعر رايح تلعب للمتخب واللاعب ليش مخش القميص ولا اللاعب ليخير اللي يدير الجزائر كخيار ثاني على غير الرأي تنوري شتو تقريبا اللعب التعوى كيفاش مع مولفر هابطن كيفاه ومع الجزائر كيفاه مش يغير هو كان بزاف لكن لما تشوفت اللاعب المحلي نحن مدوا مثال شتو عي مداني محدود مساو محدود بسعال لما تشوفه يبلل القميص ويلعب بالقرينطة تحترمه نحن دوش يخصنا لذلك اللاعبين زوجي الجنسية اللي دائما يخير لك الجزائر كخيار ثاني ما مرحش تسنى منه لحي يلعب لك يعني بقوة و لكن نحن واجب لو وش نديره معهم نطبقوا معهم سياسة يعني سياسة تاحهم نضربوهم بسلاحهم تخيرت الجزائر كخيار ثاني ونحن يعني معيطو لكم كخيار رابع صحة التعبير لذلك حبيت نحطه يعني بعض النقطة عن الحروب بخصوص هذا الخبران الأول بخصوص خسام عور رناد دينا تقريبا لمن يقول نحن نتعامل بلغة الإحصائيات وبما يخص ياسين عدلي أظن أنه إذا كان لعبين حاليين ما نسحقهم بخصوص بيتكوفيش في عجالة وش قال حسب ذي المصادر قالهم أنه حاليا بيتكوفيش هو عنده في رسو شكل اللي رح يستدعيهم في منصب وسط الميدان الاسترجاعي لذلك حاليا عدلي ره خارج حسابة بيتكوفيش خصوصا بعد الجلبة الذي أحدثها مؤخر ياسين عدلي بما قولت أني ألعب في المستوى العالي إذن شاركونا برأيكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته